مرحبا وكيف الحال؟ كل الزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة صدق رسولنا الكريم حسب ما بين الاستبيان في 13% فقط من الناس هم الأشخاص اللي ما بيستهلكوا زيت الزيتون إلا نادرا أكيد لأنهم مغرر بهم أو بيستخدموا زيوت المهدرجة على أساس إنها صحية أو لأنها أرخص ثمنا ضف إليهم 4% من الناس لا يستهلكونه بتاتا بكل بساطة من بيستخدموا زيوت المهدرجة والمصنعة مع الوجبات السريعة المسببة للالتهابات والسلطنات ومقاومة الإنسولين أما 13% آخرين فهم اللي بيستهلكوا زيت الزيتون فقط مع السلطات فهذا أفضل من ذلك أما 56% من الناس فلا يستهلكوا أقل من معلقة إلى 3 معالق من زيت الزيتون خلال نهارهم يوميا وهذا جيد الآخرين بيستهلكوا وهم 15% من الناس معلقة إلى 3 معالق من اليوم صباحا هذا غير زيت الزيتون الموجود في سلطاتهم وتبخاتهم يعني بكل اختصار زيت الزيتون حياتهم بعالقتنا اليوم حنحكي ماذا يحدث عند استهلاك معلقتين من زيت الزيتون على الريق صباحا في كل يوم إيش اللي تغييرات اللي بتصير بجسمك واللي بتأثر إيجابيا على صحتك لما بتستهلك هذا الزيت المبارك والمثبت علميا على تأثيراته الإيجابية عليك بعالقتنا اليوم حنجاوب على مجموعة من الأسئلة المحورية اللي بتخطر في البال ما سر النكهة المرة في زيت الزيتون ولماذا يعشقها شاربينه ماذا يحدث فيه وكيف تعرف إنه مش مخشوش إذا أنت لأنه إذا كان مخشوش ما رح تستفيد من ولا إشي في هذه الحلقة حنجاوب بعالقتنا اليوم هل يؤدي شرب زيت الزيتون إلى زيادة الوزن والكرش أو يؤدي إلى خسارة الدهون وهل يعتبر زيت الزيتون غذاء كامل صحي كامل وهل يمكن أن نستفيد منه الرياضيين في زيادة الكتلة العضلية أكيد حنشوف ما علاقته في جرثومة المعدة وهل بساعد في شفاءها وهل هو زيت الزيتون نفسه ممكن يقي من حصوات المرارة كل هذا وأكثر حنحكيه في حلقتنا اليوم لكن في البداية شاركنا في التعليقات هل أنت من من يستخدم زيت الزيتون وكيف تستخدمه وهلوها فعلا حياتك وأكيد في بداية حلقتنا جيب ورقة وقلم وفنجان زيت زيتون خلينا نسجل كل التفاصيل زيت الزيتون العضوي الطبيعي هو الدهل السائل الناتج عن كبس وعصر فاكهة الزيتون هذا الزيت موجود في كل بيت في العالم العربي بامتاز بقدرته الشفائية والطبية وبيحمي محافظ على صحة الإنسان عند استهلاكه بكفيك تعرف أنه يستخدم زيت الزيتون في عمليات الطبخ والقلي بالإضافة لاستخدامه في السلطات بطراقة صحية أضف إلى ذلك دخوله في صناعات دوائية وصناعات مستحضرات التجميل كيف وليش سيدات بشكل عام بتحطوا تدهن زيت الزيتون على بشرة أطفالهم الحساسة والتي يعجز عن شفاءها حتى أفضل مستحضرات التجميل والمسكنات اللي ممكن تخفف آلام هذا الطفل لما يصير عنده صمات والتهابات نتجة الحفاظ بكل بساطة زيت الزيتون قوي بسبب وجود كميات ضخمة من مضادات الأكسدة والمواد الفعالة اللي فيه اللي بتتجاوز المدين مادة فعالة اللي بتمكنوا من حمايتك لما بتستهلكه هذا الزيت غني جدا بالمضادات الأكسدة زي التوكوفيرول بالإضافة لالكلوروفل بالإضافة لبيتكاروتيني اللي بيعطوه لونه المميز هون خلينا نجاوب عن إيش هو سبب المرارة الموجودة في زيت الزيتون واللي بيحبها شاربينه سبب المرارة الموجودة في هذا الزيت هو وجود الليئات من البوليفينولز المكونة لهذا الزيت واللي بتعطيه خصائصه الطبية والمضادة للالتهابات والمضادة واللي بتقضي على الشبادر الحرة أو الفري راديكالز بكل بساطة لون زيت الزيتون هو لون العشب بسبب وجود الكلوروفل الموجود فيه والأصفرار المحمرار الموجود فيه هو بسبب البيتكاروتينز الموجودة داخله ومن أفضل مضادات الأكسدة الموجودة في مملكة النبات موجودة في هذا الزيت بكل بساطة حتى تستفيد من زيتك وما تأذي نفسك بكثر شربه لازم يكون هذا الزيت أصلي ويمكن أنك تعرف أنه زيتك أصلي من خلال تجارب بسيطة زيتك بتجمد بالتلاجة فهو زيت حي هو زيت زيتون أما الزيت الذي لا يتجمد هو زيت ميت مخشوش الزيت لما يكون نكهته قوية وما بتزول مع الوقت إذا حفظ بالظلام هذا زيت حقيقي والزيت اللي بيكون فيه شعطة بتستمر في أعلى البلعوم مع الوقت هو زيت زيتون أصلي رائحة النفاذة بتشمها مجرد فتح الإناء وما بتزول مع الوقت وبتترك الرائحة طبعا على الإناء بعد زواله بكل بساطة زيت الزيتون يمكن أن يعرف أنه أصلي من اللون من الرائحة من الثلاجة وأكيد الأهم من الطعب طب إيش بيصيب بزسمك لما بتستهلك معلقتين من زيت الزيتون يوميا بكل بساطة لما بتستهلك زيت الزيتون يوميا بتأدي مضادات الأكسد الموجودة فيه مثل الفيتامين والفيتو كيميكالز الموجودة فيه إلى انخفاض الالتهابات عندك وبتنعكس بمقاومة الإنسولين إيجابا عندك الإشي اللي بيخلي الجسم يستفيد على كل النواحي أول هذه الفوائد اللي ممكن تستفيد منها وبتلاحظها من الأيام والأسابيع الأولى من دخولك فيه شرب الزيتون بانتظام وانخفاض ضغط الدم حسب ما بيّنت الدراسات أنه استهلاك 3 إلى 5 معالق من زيت الزيتون كفيلة بتخفيض ضغط الدم من 10% إلى 48% اللي بيستهلكوا أدوية الضغط بمجرد استهلاكهم هذا الزيت لمدة 3 أسابيع كيف ليش؟ لأنه بكل بساطة زيت الزيتون بيدعم وظائف الخلية من ناحية إدخال مغذيات والتخلص من السوائل الزائدة فيها بيؤدي شربك لزيت الزيتون إلى دعم زيادة عدد مضخات الكالسيوم والصوديوم الموجودة في الخلية هذه المضخات المسؤولة على ضخ الصوديوم خارج الخلية وبالتالي ضخ السوائل من خارجها فبيقلل احتباس السوائل داخلها وفي الأنسجة المحيطة فيها زيادة عدد هذه المضخات وتحسن صحتها ونشاطها وحمايتها من خلال مقاومة مضادات الأكسد الموجودة في زيت الزيتون بيزيد من تخلص جسمك والأنسجة الموجودة فيه من السوائل وترحها في البول وبالتالي انخفاض ضغط الدم بالإضافة أن الشرايين بترتاح وتقلل التهابات اللي فيها نتيجة المضادات الأكسد وبالتالي انختفاض ضغط الدم أما التغير التالي اللي بيصير في صحتك هو بكل بساطة خفض مقاومة الإنسولين وحماية البنكرياس بكل بساطة أنت لما بتاخد زيت الزيتون بتاخد منتج مركب بيحتوي على الكثير من الفايتو كيميكالز اللي بتقلل التهابات فبكل بساطة المركب الأوليتروبين المساعد على تخفيض الالتهابات وبالتالي بساعد على تقليل مقاومة الإنسولين فبخفض الإجهاد على البنكرياس مش بس هيك تنشيط المضخات الفوتاسيوم والسوديوم بيأدي إلى زيادة نشاط الخلية وقدرتها على الاستجابة لارتفاع السكر وبالتالي إدخال السكريات إلى الخلايا وبزيادة إفراز البنكرياس بدون ما جهد أضب إلى ذلك انخفاض الالتهابات بيأدي إلى انخفاض التهابات خلايا بيتها واللي بيحميهم زيت الزيتون من خلال المركب اللي هو بكل بساطة التايروسول والهايدروكسي تايروسول اللي بكل بساطة بيقللوا تعب وإنهاد البيتها سلزوا بيحافظوا على صحتها هون خلينا نجاوب على السؤال هل يؤدي شرب زيت الزيتون واستهلاكه إلى زيادة البطن والكرش أم يؤدي شرب زيت الزيتون التخلص من الدهون بكل بساطة زيت الزيتون بيساعد على تقليل الالتهابات ومقاومة الإنسولين وبالتالي بيقلل شعورك بالجوع أولا اثنين بيساعد على خسارة الدؤون في منطقة البطن ثانيا ثلاثة زيت الزيتون بطبيعته مسهل ومولية للأمعاء فبيحسن عملية الهضم عندك والإشي اللي بيخليك تتخلص من الفضلات أول بأول والسموم بما يزيد طاقتك ونشاطك على حرق المزيد من السعرات الحرارية حسب تجربتنا المتواضعة بالعيادة استهلاك زيت الزيتون بكميات كبيرة للناس اللي منحاول نزيد أوزانهم كلما زدنا زيت الزيتون بتقل مقاومة الإنسولين فتبقى أوزانهم على ما هي عليه وبزداد إنتاج الطاقة والحرارة في هذا الجسد لكن دك تكون حريص إذا أنت بتاخد نشويات مع حميتك فزيت الزيتون فيه كمية ضخمة من السعرات المعلقة الواحدة فيها 15 جرام من زيت الزيتون معلقة الطعام وبتحتوي على 113 سعرة فهي الطريقة الأمثل لتثبيت الوزن لما بدنا نذبط الوزن بعد الكيتو هي بكل بساطة أنه نرفع من كمية زيت الزيتون في الطعام فبتتساوى السعرات المستهلكة مع الاحتياجات اليومية واللي مناخدها وبالتالي بثبت فيها الوزن أما التغير الثالث اللي بتلاحظه عند استخدامك لزيت الزيتون هو تحسن صحة الهضم والأمعاء وصحة الإخراج بكل بساطة زيت الزيتون لما بتستهلكه معلقتين في اليوم بساعد على تنظيف الأمعاء وبتزداد من فعاليته لما بتاخده أثناء فترات الصيام صباحا بدون وجبة إفطار بتساعد الأمعاء على تنظيف نفسها بتعرف أنه زيت الزيتون لما بتاخده وبيعند الانتصاص بساعد على منع إفراز السيتوكينيزز اللي بساعد بتعمل التهابات داخل الأمعاء وبساعد على إفراز السيتوكينيزز اللي بتأهن وبتقلل التهابات بالإضافة أنه بيغلب جدران الأمعاء وبقيها من البكتيريا الضارة الموجودة فيها أضف إلى ذلك قدرته على تنشيط البكتيريا النافعة والقضاء على البكتيريا الضارة زيتونية الزيتون بيساعد على تقليل الالتهابات في داخل الأمعاء إن وجدت إذا كان عندك قرحة وبيساعدك على الإخراج فهو ملين لعملية الإخراج والتخلص من الإمساك طبعا زيت الزيتون بيساعدك في الإمساك لأنه زيت الزيتون هو المحفز الأول لانقفاض المرارة بكل بساطة الفائدة الرابعة اللي بتاخدها عند استهلاك زيت الزيتون يوميا هو التنظيف المستمر للمرارة وبالتالي البقاية من حصوات المرارة كل بساطة زيت الزيتون لما بتستهلكه هو عبارة عن دهن ووظيفة صفراء المرارة عبارة عن تفكيك هذا الدهن بالضبط زي أنت موظف الصحون بتستخدفه المنزل لما أنت بتاخد زيت الزيتون على الريق أنت بتحفز المرارة على عصر نفسها للاستغلال الفوائد الموجودة بزيت الزيتون واللي ما في منافس إلها صباحا لما ما بتفطر بكل بساطة زيت الزيتون حسب بيّنت الدراسات عند استهلاكه بيقلل من تركيز الكوليسترول الموجود في صفراء المرارة ومعروف أنه 95% من حصوات المرارة هي حصوات كوليسترول على هذا على عكس الزيوت المهدرجة والمصنعة التقليدية اللي أنت لما بتستخدمها بترفع من تركيز الكوليسترول في صفراء المرارة وبتزيد فرصة واحتمال إصابتك بحصوات المرارة فأكيد حرص على استهلاك زيت الزيتون مع لقتين كل يوم أما التغير الخامس اللي حتلاحظه لما أنت تشرب زيت الزيتون يوميا هو انخفاض شعورك بالألم والالتهابات في الجسم فشربك لزيت الزيتون اللي بيحتوي على كمية كتير من مضادات الأكسر والمواد الكيموية اللي بتقل الالتهابات بتساعدك على تجاوز هذه الالتهابات المسببة للآلام زي فرضا الأوليوسنثال اللي بيشتغل في الجسم لما بتستهلكه من زيت الزيتون بالضبط كما بيعمل الايبوبروفن في تخفيف الآلام على سبيل المثال بيوجدوا أنه لما بيستخدموا الناس زيت الزيتون اللي عندهم الريموتويد والالتهابات بالمفاصل اللي بتتلف المفاصل أنه بتنخفض عندهم الآلام والالتهابات الموجودة بمفاصلهم طبعا إذا وقفوا الخبز أساسا أنه سبب البلد لكن بكل بساطة حسب بيّنت الدراسات أنه مجرد إدخال زيت الزيتون مع زيت السمك يعني ولو أميغا 3 إلى حميتهم المعتادة بتنخفض آلامهم أما اللي عم بيسألني هل يعتبر زيت الزيتون طعام كامل يمكن استغناء فيه عن باقي الأطعمة وهل يمكن البياضيين الاستفادة منه ببناء العضرات فالتجق الأول من السؤال إذا زيت الزيتون غني جدا بالسعرات يمكن أن يغطي احتياجاتك السعرات اليومية إذا أنت أشربته لحاله وبكل بساطة لأنه سهل جدا تخلص سعراتك عند شرب زيت الزيتون لكن زيت الزيتون غيرهم إنه احتواء على أحمان دهنية عالية ودهون ومضادة أكسدة وفيتامينات لكنه لا يحتوي على البروتين الإنسان يوميا يحتاج إلى 80% من وزنه بروتين وإلا رح يخسر عضلاته فزيت الزيتون لن يقي من خسارة العضلات أما إذا بنتكلم عن عضلات للرياضيين عند استهلاك زيت الزيتون فبكفيك تعرق إنه زيت الزيتون غني بالأوميغا 3 اللي بيقلل الالتهابات وعضلاتك بعد التمرين بتكون ملتهبة فاستهلاكك لزيت الزيتون بيقلل الألم وبيسرع من الاستشفاء تكترف إنه كل عضلاتك بتحتوي على جدران للخلايا تبعتها وكل هاي الجدران بتحتوي على دهون اللي بتشكل هاي الجدران فاستهلاكك لزيت الزيتون بيسرع من عملية الاستشفاء وزيادة الكتلة العضلية وبيساعدك على تسكير احتياجك من السعرات دون الحاجة لرفع كميات كبيرة من السكريات اللي بتعرض عادة للرياضيين لخطر الإصابة بمقاومة الإنسولين والسكري أما الجزء السادس والمهم للناس اللي بعانوا من جرثومة المعدة وتقرحات المعدة والأمعاء ورائحة الفم الكريهة فلو عند استهلاكك لزيت الزيتون انت بتاخد منتج بطبيعة الحال وقاتل البكتيريا الضارة ومفيد للبكتيريا النافعة ومفيد لجسمك بقلل الالتهابات وبتزيد من مناعته أضف إلى ذلك انه مبينت الدراسات عند استخدام زيت الزيتون في الانبوب في المختبر قد استطاع قتل 8 سللات مختلفة من جرثومة المعدة واللي جزء منها مقاوم للمضادات الحيوية أضف إلى ذلك مدراسات أخرى بيّنت انه استهلاك 30 جرام أو معلقتين من زيت الزيتون قادرة خلال أسبوعين على قتل البكتيريا جرثومة المعدة وشفاء المريض تقريبا عند 10 إلى 40% من المرضى حسب ظروف الدراسات المختلفة اللي دخلت فيها أما إذا بنتكلم عن رائحة الفم فبيّنت دراسات أخرى تفوق زيت الزيتون عند المضمضة فيه على نظيره اللي هو المنتجات اللي في الأسواق من غسول الفم بـ 250% لك تزيد فعاليته وضيف لزيت الزيتون نقطتين من زيت الزعتر وخلطهم تمضمض وتف عملية المضمضة والتنظيف بهذه الطريقة بتهتحر فمك من البكتيريا الضارة والفطريات وبتحافظ على نمو وتكاثر البكتيريا النافعة أما الملاحظة السابعة اللي هتتغير وتبين بعد شهر من الاستخدام هو تغير صحة الجلد والبشرة ونضارة الوجه بكل بساطة لما بتستخدمي زيت الزيتون أنت عم تستخدمي منتج بحده وبشكل أساسي على فيتامينات عالية ومضادات أكسد قوية منها فيتامين إيل مضاد الأكسد الأقوى موجود بكميات ضخمة في زيت الزيتون غير مصنع طبيعي بالإضافة على احتواءه على فيتامين A وفيتامين K فيتامين A هو فيتامين البشرة اللي بيساعد على نظارة البشرة وبناء الكالوجين في جسم الإنسان وفيتامين إيلة وجوده بيخلي الجسم الإنسان يستخدم فيتامين إيلة للمحاربة الشيخوخة أما فيتامين C بيضم المتبقي من طعامك لإعادة تجديد الكالوجين دهن زيت الزيتون على البشرة بقي البشرة فإذا ما في أفضل من زيت الزيتون حتى تهني على بشرتك بعد يوم اتعرضت فيه لحروق الشمس بسر التعرض لأشعة الشمس إذا عندك طفلك عنده صمات بعض الحفاض فما في أفضل من زيت الزيتون لدهنه والتخلص مباشرة من التقرحات الجلدية طبعا ما هو غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات بالإضافة إلى هذه الفيتامينات اللي بتساعد على استشفاء الجلد وبسرعة أما التغير الأخير اللي حتلاحظه هو تحسن وظائف الدماغ عندك والتحسن الذاكرة بكل بساطة بيرت الدراسات أن المركبات الموجودة في زيت الزيتون قادرة على مساعة الدماغ في زيادة كفاءته بالتخلص من الإيمولويدز اللي بكل شكل بسيط بتسبب الزهايمر في آخر العمر فهو وقاية لدماغك من الزهايمر ومقاومة الإنسولين في الدماغ أضب إلى ذلك أنه قادر على تخفيف الألام المرتبطة في الأعصاب وزيادة استشفاءها فحسب بيّنت الدراسات بساعد استخدامك أنت لزيت الزيتون بتقليل آلام الدسك للناس اللي بعانوا من آلام الدسك وبالتالي تقليل تعرضهم لأدوية الدسك اللي بتقلل الآلام اللي بتتلف الكلا والكبد أضب إلى ذلك أن استهلاك زيت الزيتون بيحفز الجسم على انفراز المزيد من السيراتونين هرمون السعادة في الإنسان نواقع العصبية للسعادة والدوبامين اللي بتعطيك الرضا بعد الأكل فبعبالك لما أنت بتأخذ هذا الزيت صباحا وبتشعر بالسعادة كما لو أنك أكلت وجبة مليئة بالنشويات وبنهاية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات هل أنت من الناس اللي بتستهلك زيت الزيتون يوميا وعم بتشارك 15% من الناس الفوائد اللي ذكرناها بالحلقة والملحوظة عندهم كيف أنت عم تستخدم زيت الزيتون في حياتك اليومية وبإيش بتستخدمه وذكر أسئلتك في التعليقات لأنه أسئلتك هي أجوبتي في الحلقات القادمة أكيد أكيد في نهاية حلقتنا اليوم شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم طبعا نشره وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس شرط الجرس حتى تنتيجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر عبالي فكرة مفيدة إلك أكيد لا تنسى تعملي لايك فإحنا بتشجيعك من استمر وتقدر تتابعني على حسابي بتويتر من خلال الرابط الموجود في الحلقة تحت أضف إلى ذلك إذا بدعوك لنضم لي عالم الرائع بالفيسبوك عالم سمارس كيتو أنفاستينج بلينت وأكيد تقدر تابعني على الإنستغرام وتويتر وتيك توك وسنابشات وكل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في المقالة المثبتة بالتعليقات موجودة في صندوق الوصف وإذا بدك معلومات إضافية لكيفية التخلص من الإمساك وبسرعة بصرابة أدوه ترجمة نانسي قنقر